سلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم على الشباب اللي بتنتحر بسبب جلة المجموع بتاعها في سنوية عامة والكلام ده كله فقبل ما نبدأ الفيديو كده دعمنا بلايك وانزل تحت الفيديو واشترك في القناة ومعنا الحج محمود النهاردة ونحب نسأله وبنقول له ايه رأيك في موضوع الانتحار والشباب اللي بتنتحر دي ليه الانتحار؟ ليه تنتحر اساسا؟ ده كفر بالله ده كفر الانتحار كفر ان الواحد لازم يرضى بكضاء رب اللي فيه لازم جلائي الكتير لازم ترضى صح انما ايه تنتحر ليه؟ اتعفرت في مخك؟ اتعفرت في الناس ولا ايه الحكاة؟ الناس بعدت بعدها عن ربنا وبعدها عن الديل ازاي تكفر؟ ده كفر الانتحار كفر بالله حج محمود يعني لازم مثلا يكون فيه دكتور وفيه مهندس وفيه عامل وفيه في الله عشان الدنيا تمشي يعني مش كله يبقى ده كاترة ده لازم ده قضاء ربنا ربنا كتب لك هتكون ايه؟ هتكون وزير هتكون غفير هتكون مستشار هتكون وكالنيابة زابط دكتور محاسب مستشاء هو اللي مجدر لازم يكون المجتمع طبقات طبقات لازم كل اللي عليك ان انت تذاكر وتجتهي وتعمل اللي عليك والباقي على الله بس يعني ما فيش اكتر من كده وان شاء الله هتنجح وهتبقى في المجال اللي انت هتروح فيه هتبقى احسن بإذن الله اللي مجدر ربنا هيكون لو عملت ايه حتى ده كل حية كاتبها ربنا سبحانه وتعالى ليه الانتحار يعني؟ يعني حج محمود كل واحد ما ياخد على جد مجهوده في الامتحانات اكيد اكيد ما انت متروحش تصهرلي على الجهاوي والطيارلي في طيارات وتلعبلي ضمنة وتعمللي حبيب في النص الليل وعبد الحليم ومكلسوم وفي الاخر تقوللي مش عارف ايه وتجي تنتحرلي يعني بلا كسب لدنيا ولا الاخر ده كفر بالله سبحانه وتعالى والمفروض المفروض انا ارضى بكداء ربي كتير جليل لازم ارضى سبحانه وتعالى هو اللي مجدر وبعدين ربنا ما تعرفش في علم الغبشة بيبقى احسن بيبقى احسن ليك انما تكفر بالله وتنتحر ليه ما تيجي يا اخو انت جعد تحت الصجرة كده وكل منجا اها منجا منجا ده منجا ده حاج محمود منجا عويس كل منجا يا اخو احسن تعالى تحت السفند وكل سفند كل اي حاجة يا اخو يدني حلوة بس ما تنتحرش الليل انكحار يعني بالنسبة للمنجا ده ابوها اجي وشافك الوقت ما تقصن فيها عاد ها هنعمل له ايه ما ليسه مصر ومشوار مش هتكلم اه كده اه ايه هو هيدين واحدتين مش هقول لي اه انت تنسع الشباب انهم يأكلوا منجا وما انتحروش منجا حويسي منجا بلدي اي حق انما تنتحر تكفر بالله الدنيا ما حلوة فيها منجا وفيها برجوجو كل حاجة يا اخو ليل انتحار اه اه طب انا عين هتطلع الاطر منجا ربا هتطلع السجر انما دي مش هديك حتى غامل كتير اطر حتى صغيرك هي ربعة اخوة واله فالنصيحة للشباب يا ريت الانتحار لها كل منجا هي زي بعض مش طايبة شوية والناس اتعفرت اتراحها تنتحر دي جل الدين وايمان منكم كل منجا اهه هي زي بعض مش طايبة جوية اهه هم اعمل يا اهه منجا على الانتحار الدنيا الحلوة اكسب الدنيا صلي واعبد ربنا واتجه لله وربنا هيزيدك يا ريت يعني ما تخسرش الدنيا والاخر يعني دي خسرت الدنيا والاخر لانك مدت كافر تجه لله وصلي وصوم وزكي وافرح في الدنيا وطع والديك وكل منجا انت بتنصح الشباب حج محمود اللي هي مثلا جابت مجموع جليل مثلا يعني بدل الانتحار يعني انا انصح ان الناس عامة ترضى بقضاء الله مش شرط بتاع السنوية مش شرط بتاع كلية مش شرط الدكتور كله يرضى بقضاء الله يعني انت عامة على الناس اللي بتنتحر كلها اه اي شاب اي فتاة اي راجل اي ستة كبير ستة كله انه الله بقضاء ربنا فيه وان شاء الله خير كله خير امر ربنا للعبد خير اي امر كاتبه لك ربنا خير ليك انت بتزعل لك عسى ان تقرأه شيا وهو خيره لك وعسى ان تحبه شيا وهو شره لك الوقت دي النصيحة بعد عن اكل المنجا لا المنجا دي الوحدية المنجا الوحدية اللي تقولها بعدين بس احنا يعني نجيبها بطريقة طرفهية كده عشان الناس يعني ما تملش مننا وفي نفس الوقت الناس تتاج الله يعني رب ابنك عن الدين يرضى باي حاجة قليل احنا في زمن يعني ربنا يرحمنا والحمد لله يعني على العموم نشكرك حاج محمود لا لا ايه يعني بس وانت جاي تجيبنا 2 كم منجا زي دولتان يعني ما جيش فاضك اه جيب منجا واحدة جيب 2 كم منجا عوسم النظيف خلاص ان شاء الله المرة الجاية ماشي ونذكر الشهداء المشاهدين يعني واعمل لايك الفيديو واشترك في القناة ودعمونا يعني عشان ان شاء الله تستمر القناة على كل خير باذن الله شكرا حاج محمود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته